تماهي الأمم المتحدة مع الحوثيين وقضهم للطرف عن العديد من ممارسات الحوثيين الاستفزازية وتعصف الحوثيين دليل على أن الأمم المتحدة لا تعطي الجانب اليمني أو العسكري لهذه الجماعة وانتهاكاتهم أي اهتمام وبالتالي الجماعة الحوثية تعلم مدى العقم الأممي ومدى التعاطية أيضا ومدى قض الطرف وبالتالي هي تواصل زحفها تواصل أيضا انتهاكاتها تواصل تجريفها لكل مكونات المجتمع اليمني مع علمها أن المبعوث الأممي ومكاتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يقدم شيء بما يجعل من هذه الجماعة حتى أن تضع سلاح هل هو عجز أستاذ عبد الناصر أم هو عقم كما أشرت أم هو نوع من التراخي أم هو نوع من التمكين على الأقل والله قد نقول أن هذه العناصر التي ذكرتها مجتمعة طبعا هناك تماهي وعقم وتسهيل للحوثيين وأيضا هناك أيضا مشروع أممي يرسم في المنطقة أعتقد أن الأمم المتحدة تحاول أن تتماهى مع الجماعة الحوثية لرسم واقع سياسي جديد طبعا نحن نرى أن على مدى التسع السنوات المنصرمة ورغم أن اليمن تقع تحت الفصل السابع إلا أن الأمم المتحدة لم تشير بأصابع الاتهام إلى هذه الجماعة على أنها مقوضة أولا للديمقراطية والأمم المتحدة طبعا في برناميها العام وفي نواميسها تؤكد على أنها تدعم الديمقراطيات الناشئة في البلدان النامية ومع ذلك الحوثيين قوضوا أركان الديمقراطية وقضت الطرف الأمم المتحدة أسقط الحوثيين الجمهورية وأسقطوا التوافقات السياسية وقضت الأمم المتحدة الطرف عن هذه الإسقاطات التي أحدثها الحوثيين في المجتمع اليمني وبالتالي اليوم نرى أن الأمم المتحدة عامل مساعد للحوثيين في البقاء والاستمرارية أنا أرى أن الأمم المتحدة أيضا من ضمن عوامل بقاء الحوثيين وأنها أيضا من أسباب المشكلة اليمنية وبالتالي هي لا تتعاطى مع القضية اليمنية بجدية وبما يخرج اليمنيين من هذا النفق المظلم وبما يرشي دعائم أمن واستغرار للعملية السياسية نرى أن الأمم المتحدة تسوف وحاطاتها عقيمة وأنها لا تعطي مصداقية في طرح أو في الضغط حتى على هذه الجماعة لتنصاع